حكومة جديدة الحاصلين في البلاد منذ سنوات وتحسن الوضع الأمنية والاقتصادي ولعل أهم الملفات الساخنة التي ستواجه الدبيبة وتشكيلته الحكومية هو الملف العسكري وتعقيداته والتدخلات العسكرية الخارجية فبالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمينة الدستورية بمدينة طبرق تعقد بمدينة سرد اجتماعات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بحضور لجنة المراقبة الدولية للمرة الأولى حيث ناقش اجتماع اللجنة العسكرية فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة الأجانب من كامل التراب الليبي بالإضافة إلى كيفية عمل المراقبين الدوليين الذين سيشرفون على تنفيذ مخرجات اللجنة من ناحية أخرى فما زال مرتزقة الفاغنر والجنجويد يتمركزون في مدينتي سرت والجفرة وفق ما صرح به الناطق باسم غرفة سرت العميد عبدالهادي دراه الذي أكد أن الفاغنر تراجعت لمسافة 6 كم فقط عند النعقاد جلسة البرلمان ثم رجعت لتمركزاتها السابقة بالمدينة كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرها المكتب العالمي لعملية بركان الغضب صورا جوية تظهر رصد حركة نشطة في مطار عسكري على بعد 50 كم من الحدود بين مصر وليبيا وزيادة في عدد مرابض الطائرات الحربية ناهيك عن رحلات الطيران العسكرية المتواصلة بمطاري سرت وابنينة كل هذه التحركات تدل على أن الأوضاع العسكرية في البلاد ما زالت على صفيح ساخن وأن معسكر الرجمة بعزم من داعميه ما زال يستمر في التحشيد العسكري محاولا تعقيد المشهد فهل تستطيع الحكومة الجديدة وضع حد لمن يحاول الدق طبول الحرب من جديد ومحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب بحق الليبيين